في طر تفاعل الأستاذ نبيل الحبشي سعاد سفير جمهورية مصر عربية بتونس سهلا وسهلا بك من جديد أحنا استمعناك إلى آخر اللحظة ما قصناش الخطة ما قصناش أنا اللي عاوز أقوله أنه سيتم تضارك عشان بس الناس تتحمل بيس سيتم تضارك مثل هذه الأخطاء يرجع لكلامي أنا قلته سيتم تضارك مثل هذه الأخطاء في الاستحقات الرياضية القادمة وأولها المباراة القادمة بين مصر وتونس في القاهرة أو في برجة في بولد العرب إن شاء الله أكيد أنا بأكد لك أنه لن يحدث هذا مرة جديدة الموضوع كله كان حالة من الاستنفار الأمني للأسف أن احنا توكبت مع مباراة الأهل والقراج برب يخنفهم سعاد سفير أنا مانيش معناها قوي في الديبلوماسية ولكن معناها تحب تقول لنا لو مباراة تونس تكون لاجوية مش قد بعضها هذا مباراة Anotherisher لا 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 أسمح الشيخ أنه لا أحب تناحomet لا لن أطلع يحسنا لا أخرج ان seja لا أتدو الت говорي أنه لا تتحرق channels الأمر من تتسمي أنه يحدث أطلاع في كلامي إذا كنت أتقسك للشيخ لن أتقوم veterمز Zero لا يزالBrad المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة